اشتركوا في القناة على وحدة الصفة والتوصل الى توافق وتجاوز اي خلاف في وجهات النظر خلال القمة المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي قالت الصحيفة ان الرئيس السيسي يرى اهمية صياغة منظومة الامن القومي العربية بما يمكن الدول العربية من الاستجابة والتعامل مع التحديات الجسيمة التي تفرضها الظروف الحالية في السياق نفسي ومن صحيفة الاهرام نرصد حوارا مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي جاء تحت عنوان مبادرة السيسي بانشاء قوة مشتركة تتصدر قطة مواجهة الارهاب حيث قال العربي للصحيفة ان وزراء الخارجية العرب سيبحثون في الاجتماع التحضري خطة تشكيل قوة عربية مشتركة وطرح هذا الملف على طاولة القمة العربية مشيرا الى ان هذه القوة سيكون منوطا بها اذا تم الاتفاق عليها القيام بعمليات عسكرية او عمليات امنية اذا تطلب الامر ذلك لمحاربة التنظيمات الارهابية الى صحيفة المشهد اليمنية نطلع خبران جاء بعنوان تحركات عسكرية من عدن باتجاه باب المندب وميناء الحديدة حيث كشفت مصادر عسكرية عن تحركات قادمة من عدن باتجاه باب المندب وميناء الحديدة على البحر الاحمر وذلك بتوجهات من وزير الدفاع الواء محمد الصبيحي كما كشفت المصادر ان هذه التحركات تأتي لمواجهة تحركات عسكرية قادمة من صنعاء الى تعز وانها في طريقها الى عدن من صحيفة الحياة اللندنيان نتابع خبران جاء بعنوان ديمستورا يتسلح بذخيرة روسية لتجميد عاصمة الثورة السورية قالت الصحيفة انه مع اقتراب اعلان المبعوث الدولي استيفان ديمستورا فشل قطة تجميد القتال في حلب على رغم خفض صقفها العملية الى وقف القفش بالسلاح الثقيل يسعى معارضون الى نقل تركيز ديمستورا الى حمص وسط البلاد واقناع الخارجية الروسية خلال الجلسة الثانية من منتدى موسكو بوضع موطئ قدم لروسيا في حي الوعار والاشراف على تجميد القتال وصولا الى اتفاق تهديئة دائمة الى صحيفة المدى العراقية ونطلع منها خبرا جاء بعنوان العبادي يعتزم توحيد قيادة الحجد تحت امرته ومساع لاشراك التحالف الدولي في معركة تكريت حيث قالت الصحيفة وفقا لمصادر حكومية ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ناقش مؤخرا مع القادة الميدانيين توحيد قيادات الحجد الشعبية تحت امرة وزارة الدفاع والاستعانة بطيران التحالف الدولية لرفض مواقع ارهابي داعش في تكريت وسبل اعادة الجهد الخدمي للمناطق المحررة بعد عودة الاهال الى مناطقهم ومن صحيفة الايام الفلسطينية مطالع خبرا بعنوان بن كيمون يطلب من نتنياهو تأكيد الفزامه بدولة فلسطينية حيث نقلت الصحيفة عن الامين العام للامم المتحدة تصريحات دعا فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو الى تأكيد التزامه بقيام دولة فلسطينية ودفع اموال الضرائب التي تجمع لحساب السلطة الفلسطينية حتى يحظى بالقبول الدولية واكد بن كيمون بحسب الصحيفة ان حل الدولتين هو السابير الوحيد للتقدم باتجاه احلال السلامة جديد الكرام انتهت جولتنا في الصحافة العربية بعد قليل لنا وقتما صحافة العالمية اشتركوا في القناة